السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا كونيكا مينولتا اللي هي سي تلاتمئة ستين. تمام؟ او السي ماتين وعشرين او السي ماتين اربو وعشرين اي. كل هني يجن بنفس المواصفات بتاع الطباعة. تمام? او خصائص الطباعة. نجو علي نشوفو خصائص الطباعة. تمام? لما نجي خشال خصائص الطباعة خشال حيث ما تفضيلت. هنطلع لي شاشة بالكيفية هذه. اول شاشة هذه تمام? شن هيكون فيها? هيكون فيها الطباعة على وجهه ظهر او وجه. نقدر نستخدم او بالنسبة لي انا ما جي بنطبع الورقة وجهه ظهر او وجه هنستخدم الخيار هذا. وبالنسبة لهنا هنستخدم حجم الورق اللي نبينا. اللي بنطبع او على اي ثري. تمام? اذا هنلقاها في الشاشة الاولى. الشاشة الثانية اللي هي شاشة اسمعها بيزك. شن هنلقا فيها? هنلقا فيها الورق من وين ياخدها? مرات ياخدها اوتو. اوتو هياخدها من اي ثري او من الدرج الاول عفوا او من درج الثاني. بينما انا مرات نجبرة نقول انا اخودها من تريل الوان او تري تو يعني من الدرج الاول او من الدرج الثاني او من الدرج الجانبي. لو هناخدها من درج الجانبي ضروري انحدد سمك الورق. عن طريق انخش على بيبر ستنج. تمام ونختار حجم الورق هيكون طبعا السمك بتاع الورق اللي انت شاري هتعرفها 150 جرام 160 جرام 180 جرام هيختلف بالنسبة لي حسب حجم الورق اللي جايبها هتختار السمك بتاعها تمام إذن الشاشة الأولى والشاشة الثانية شن عندنا آخرى عندنا الشاشة اللي هي بتاع الكواليتي الشاشة هذه مهمة جدا نقدر من خلالها نختار الناره او اذا كان هي ملونة تطبع ابيض واسود اذا كان اصلا قاعدة ابيض واسود مش هنلقاها الخاصية ذي مفاعلة اوكي اذا هنالقى ان هي اوتو كالر معناها ملونة او غريس كيل ابيض واسود هذه في عجالة اهم الخصائص اللي انت تقدر تستخدمهم او تعرفهم عن الكونيكا مينولتا معاولوا ما حبينا نشاركوا معك